السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله بديت اليوم الفيديو بهذا زيتون نحيناه من البلادنا زيتون هاي اللي يدير واحد الزيت رائعة رائعة منا نشر الزيت نحينا الزيتون هذا ويجي زيت تعوه ما شاء الله زيت زيتون رائعة به خدمت هاد الخبز هذا خبز صحي ويجي بنين بزف بزف ما شاء الله عليه نبدأ وجارك تمام بالمقادير وكيفية التحضير درت هنا خمسمائة غرام سميد وانا خلط كما عندي شخص سميد رطب صح جهيل سميد رطب وسميد مويا ميتين وخمسين غرام فارينة تع القمح الكامل نص ريتلا حليب وما خلط شوية شوية كاس غير باع زيت زيتون مغرفة تع سكر مغرفة صغيرة ملح مغرفة تع زريعة البسباس مغرفة تع سانوج ومغرفة كبيرة ونص خميرة فورية حطيت الخميرة دخل الحليب والماء مع السكر وخلطت مليح مليح حتى يذوب هذا السكر والخميرة ويتفاعلوا مع بعض خلطهم مليح مليح وخليتهم مدة عشرة خايق يريحوا باش الخاميرات تتفاعل مع السكر هاد الخبز يجي ما شاء الله خفيف بزف بزف ويجي طريق وسهل تحضير وتخدمه تمتم ويجي بزف بنين نتمنى تعملوه بعد ما خلط هاد المقادير وخليتهم مرتاحوا جيت هنا غربلت السميد وضفت الفارينات على القمح الكامل ينسوه ما تغربليهاش هطر فيها هادوك الحبيبات هادوكو ما الصح يعني خبز صحي ما شاء الله ضفت الملح زريعة البسباس سانوج وخلط كامل المقادير مع بعض وبدأت نضيف الحليب هادوك بالخميرة راني نضيفه للم في العجينة ملاح ملاح اضفت كامل هادوك الحليب جاتني سوا سوا عجنت ملاح ملاح لميتها ملاح العجينة كي ما راكي تشاهدي وبدأت نضيف في زيت الزيتون بشوية وندخل يتعجن هاد العجين يتعجن بزيت الزيتون هادوكو هادوكو شاشر هادو الخبز نضيف في الزيت الزيتون واللم ولي ما تحبش زيت زيتون نضيف الزيت عادي حطيت فيه مكان العامل وبدأت نضيف في الزيت واللم فيها عجنتها مدة عشر تقايق حطيتها في بول مدون بالزيت غطيتها في المغذائي وحطيتها في مكان دافئ خمرت بعد ما خمرت هاي اللي جبتها نحيت لها الخميرة التاحة حبت لها الخميرة وحطيتها في الطاولة وبدأت درتها حربوش قطعتها قطع صغيرة كما تحبي تحبي صغيرة بزاف تحبي كبار كما تحبي وبدأت نكور فيهم كورتهم كامل وغطيتهم بورق شفاف بيش ما ديلك شديك القشرة وشديت واحدة الخبزة اللولة وراني نحل فيها الكويرة اللولة تحليها شوية ماشي خشينة وماشي رقيقة وتسقميها بيدك حطيتها في بلاتو تغطيها بالطرشونة مقية وتخليها تخمر بعد ما خمرت وحدة نص ساعة خمرت وسيت لها سخنت الفوغ مئة ومئتين درجة درتها بالفرشيطة ودهنتها بالماء دهنيها مليح مليح بالماء ودخلتهم يطيبو مئتين درجة حتى المئتين وعشرين حتى حمار هاد الخبز ولا بيان دوغي كما راكم تشاهدو جا خبز ماشاء الله خفيف بزاف وشيش وبنين بزاف نتمنى هاد الكيفية عجبتكم تعملوها وتنشحوا فيها وإلى اللقاء مع السلامة في فيديو واحدة أخرى جديدة إلى اللقاء